كما جدد الرئيس البرازيلية لولا دا سلفا اتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جمعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطع غزة وخلال فعالية له في ريو دي جينيرو أشار دا سلفا إلى أن الصراع في قطع غزة يشهد سقوط ألف الضحايا من النساء والأطفال فضلا عن ألف المفقودين ومشددا على أهمية عدم القابول بأن يبيط الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على ما يكفيهم من احتياجات